اصدقاء قناة التعليم والتعلم مرحبا بكم الى هذا الفيديو الجديد قبل البدء بموضوع الفيديو اطلب منكم الاشتراك في القناة وكذلك تفعيل جرس الاشعارات حتى تصلكم الفيديوهات في حينها في فيديو اليوم سوف نقرأ ونناقش نص عائلتي تحتفل بالاستقلال من كتاب التلميذ للسنة الثانية ابتدائي في المرة الاولى سوف اقرأ ثم اعيد القراءة مرة اخرى واشرح ونناقش في نفس الوقت عائلتي تحتفل بالاستقلال تحكي الجدة قائلة في ذلك اليوم فرحنا فرحا عظيما خرجنا الى الشوارع رجالا ونساء نهتف بصوت واحد تحيا الجزائر تحيا الجزائر كان العلم الوطني يرفرف عاليا فوق كل بيت قالت سلمة اذا ذلك هو اليوم الذي استرجعت فيه بلادنا حريتها واستقلالها الجدة نعم هذه مناسبة عظيمة نحييها كل عام بفخر واعتزاز ويبقى واجبكم يا ابنائي المساهمة في بناء هذا الوطن وحمايته يمكنكم الان اقاف الفيديو وقراءة النص بمفردكم سوف اعيد قراءة النص ونشرح في نفس الوقت ونناقش عائلتي تحتفل بالاستقلال الاستقلال هو اليوم الذي انفصلت فيه الجزائر عن الاحتلال الفرنسي وكانت قائمة بذاتها لان الجزائر في القديم كانت محتلة من طرف الفرنسا الاستعمالية تحكي الجدة قائلة اذا من يحكي في هذا النص هي الجدة كما ترون هنا في الصورة الجدة جالسة وحولها هؤلاء الأطفال في ذلك اليوم اي في يوم الاستقلال وهو يوم خمسة جوليا من عام الف وتسعمائة واثنان وستون فرحنا فرحا عظيما اذا انفرح كل الجزائريين فرحا عظيما لانهم اصبحوا مستقلين احرارا خرجنا الى الشوارع رجالا ونساء خرج كل الناس الى الشوارع نهتف بصوت واحد نهتف اي نردد بصوت واحد نردد بصوت مرتفع نهتف اي نقول بصوت مرتفع وبصوت واحد كل الناس يرددون نفس الكلام تحيا الجزائر تحيا الجزائر كان العلم الوطني يرفرف عاليا فوق كل بيت اذا جميع الناس احتفلوا بهذا اليوم العظيم وكان العلم الوطني مرفوعا فوق كل بيت قالت سلمة اذا ذلك هو اليوم الذي استرجعت فيه بلادنا حريتها واستقلالها ماذا قالت سلمة قالت إذن ذلك هو اليوم الذي استرجعت فيه بلادنا حريتها واستقلالها الحرية والاستقلال كانت قد أخذتها فرنسا من الجزائر لم يكن الجزائريون أحرارا ولم يكونوا مستقلين فراجعت في ذلك اليوم الحرية والاستقلال لهذا البلد فنقول استرجعت مثال أعطيت لزميل مستارتي لكي يستعملها ثم في المساء ذهبت إليه واسترجعت مستارتي أي ردها إلي الجدة نعم هذه مناسبة عظيمة اليوم الاستقلال مناسبة عظيمة نحتفل بها كل سنة في يوم خمسة جوليا نحييها كل عام بفخر نحن نفتخر أننا استطعنا بالثورة أن نحرر بلدنا بفخر واعتزاز ونعتز بذلك أن نشعر بالعزة لأننا صرنا أحرارا في وطننا ويبقى واجبكم يا أبناء المساهمة في بناء هذا الوطن وحمايته إذن بعد أن استقلت الجزائر وأصبحت حرة بقي علينا أن نتعاون جميعا ونساهم في بناء هذا الوطن وحمايته كيف سنساهم في ذلك سوف ندرس جيدا ونجتهد ونكون في المستقبل مهندسينا وأطباء وغيرها من الإطارات التي نخدمه بالعلم وطننا ما هي المناسبة التي يتحدث عنها النص؟ المناسبة التي يتحدث عنها النص هي الاستقلال أو عيد الاستقلال ما هي الهتافات التي رددها الناس أثناء الاحتفال؟ كان كل الناس أثناء الاحتفال يهتفون بصوت واحد تحيا الجزائر تحيا الجزائر إلى الأبد حرة ومستقلة ما هي السؤال الأخير ما هو واجب كل مواطن نحو بلده إذن واجب كل مواطن نحو بلده المساهمة في بنائه وحمايته بنائه بالعلم وأن نكون في المستقبل إطارات نبني الوطن البناء ليس فقط بناء المنازل والمستشفيات والمدارس وإنما كذلك بناء العقول بالعلم والدراسة وكذلك حماية هذا الوطن من أي اعتداء حتى لا يقع أبدا في استعمار آخر بل يبقى حرا إلى الأبد شكرا لمتابعتكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة كما ذكرت في أول فيديو ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم إن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب وإن كان هناك سؤال أو تعقيب أستقبله في التعليقات أسفل الفيديو وإلى اللقاء في فيديو آخر